بسم الله الرحمن الرحيم عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِيْهُ بَيْرَةَ الْأَنْصَارِي عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ هَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضَرَ اللَّهُمْ رَأَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَبْقَهُ مِنْهَ زَرْفِهِ عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَالْبُ مْغِئٍ مُسْلِمٍ اخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم it was narrated